مجلس الوزراء السعودي شوفوا الوطن شوفوا قولوا يا ما شاء الله الخامس والعشرون من إبريل عام الفين وستة عشر ضبط العالم ساعته على توقيت جديد في انتظار أن تسير عقارب الرؤية السعودية عشرين ثلاثين نحو المستقبل بقيادة ملك الحزم والعزم سلمان بن عبد العزيز آل سعود كان الانتظار بحجم الفرح وكان مهندس الرؤية الأمير الشاب محمد بن سلمان في الموعد فظهر الأمير في لقاء تلفزيوني يلوح بعهد اقتصادي جديد مليء بالطموح عازم على قيادة اقتصاد وطنه نحو القمة مستنيرا بخبرات والده قرع جرس الرؤية فسمع صداه في أقصى الأرض ليعود حاملا معه أمنيات النجاح ودعوات التوفيق تركيز المملكة العربية السعودية في خطتها جاء على عدة مرتكزات صلبة أولها هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم حيث نصت وثيقة الرؤية التي صادق عليها مجلس الوزراء السعودي على العزم على تحويل أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في إنحاء العالم وتناولت الخطة السعودية أيضا رفع مداخل الدولة من غير القطاعات النفطية وهي أحد النقاط الأساسية في رؤية عشرين ثلاثين إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل القطاع الإسكاني في المملكة العربية السعودية كان له نصيب من رؤية المملكة الاقتصادية والتي أكدت على أن إعادة هيكلة قطاع الإسكان ستسهم في رفع نسب تملك السعوديين ما يعني وجود مشاريع قادمة وخططا استراتيجية ستطوق مشكلة الإسكان وتعيد بلورتها من جديد ومن الأهداف التي أكدت عليها رؤية عشرين ثلاثين هيكلة المدن الاقتصادية وإعادة تأهيلها إضافة إلى تأسيس مناطق خاصة وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته ورفع مساهمة قطاع التعدين في اقتصاد المملكة وتعتبر الرؤية أن زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيوفر القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة إضافة إلى تأكيد الرؤية على ضرورة التنسيق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود وفي إطار الحج والعمرة تهدف رؤية المملكة العربية السعودية إلى رفع عدد المعتمرين إلى 15 مليون معتمر سنويا بحلول عام 2020 مقارنة بثمانية ملايين معتمر حاليا بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030 وتضمنت الرؤية السعودية كذلك برنامج التحويل الوطني وعدد من الإصلاحات المستهدفة في وزارة البيئة والمياه والزراع والتي تصب في خانة الانتهاء من إعداد استراتيجية للأمن الغذائي بحلول عشرين عشرين لم تغفل رؤية السعودية عشرين ثلاثين عن الجانب الترفيهي في المملكة فأكدت العمل على تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية وعقد شراكات عالمية في قطاع الترفيه إضافة لتخصيص الأراضي لإقامة المتاحف والمسارح ودعم الموهوبين رؤية ثاقبة وعزيمة صلبة وخطة عمل واضحة تلك هي الرؤية السعودية الاقتصادية عشرين ثلاثين والتي لا تغفل حقيقة أن للسعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية واقتصادية تؤكد مرة أخرى أن السعودية قطب عالمي ترجمة نانسي قنقر